ألعاب الخفة خدع بصرية تجذب الكثير الكثير يحب مشاهدة هذه الألعاب لكن قلة فقط هم من يمتلكون المهارات التي تؤهلهم لأن يصبحوا مؤدين لها فألعاب الخفة تعتمد على الذكاء، سرعة المديهة، خفة الحركة والأهم هو التمتع بمهارات جسدية متعددة لمعرفة المزيد عن أسار هذه المهنة التي طالما حيرت الكثير ينضم معرفة الشديو لاعب الخفة ريان الدوسري صباح الخير ريان صباح النور، يا أهلا وسهلا أختي سارة، يا أهلا وسهلا أخوي تامر يا أهلا فيك بداية الأبدى معك، حدثنا عن بدايتك في الألعاب متى عرفت أنك ريان أنك لاعب خفة؟ هل هي موهبة أو فن تعلمتك؟ بداياتي تقريبا من عمري سبع سنوات أو ثمان سنوات كانت بداياتي انطلاقة معرفتي بهذا المجال في مصر تحديدا وبعدها إن شاء الله كمنا في الفلبين والحمد لله يا لك الحمد وصلنا للي احنا وصلنا فيه الحمد لله طيب، ما هي أنواع الألعاب الخفة التي تعلمتها؟ ما هي التي تستهويك أن تقدمها للجمهور؟ طيب، الماجيك شو أو الألعاب الخفة والخداع البصري لها تخصصات مختلفة، عندنا مثلا تخصص اللي هو تخصص اللي هو الكوميدي ماجيك وفيه تخصصات اللي هي السيريس ماجيك وفيه الالوجين ماجيك وفيه المايند ريدنج بمعنى قراءة الأفكار أو الكوميدي المضحك أو ألعاب الوهم أو الوجينس أو المعدات الكبيرة التي دائما نشوفها بلاس فيغاس والدول الخارجية طيب، كيف يستخدمون لعبين شعرة النار؟ يستخدمون بعض الأشياء الغريبة مثل السكاكين وبعض هل استخدمتها مثل هذه الألعاب؟ شوف، دعنا نكون معك صريح، في كل فن بإمكانك تطلع منه شيء خطير لكن الحذر واجب، غير ذلك كل فن يتميز بحاجة معينة يعني مستحيل أن كل لعبين الخفة يقدمون أشياء ممكن خطرة أو فيها عليها ضرر لأن كل حاجة مدروسة بالملي، فهذا الفكرة طيب، في ألعاب الخفة، يعني أنا طبعا بعيدة عن العالم شوية فأبغاك تعرفني عليه أكثر هل هناك مثلا شخص مثلا لاعب خفة يبتكر اللعبة من أولها إلى نهايتها بالأدوات المستخدمة وهناك شخص آخر لا يأخذها زي ما هي ويبدأ يتعلم عليها ويقدمها ولا كيف هذا العالم؟ عرفنا على الكواليس طيب، في شيء اسمه باند جراوند ماجيشنز هذول يكون تحت الماجيشنز المعروفين زي ديفيد كابرفيلد مثلا عندنا داني لاري، بس ديفيد كابرفيلد أو داني لاري داني لاري هو مبتكر، هو فرنسي، متخصص في الماجيش شو ديفيد كابرفيلد مبتكر، لكن عنده شخص قد يكون يعني ما هو معروف خلف الشاشة، خلف الكواليس، هو اللي قاعد يجهز للعرض كامل بالتفاصيل اللي يطلبها الفنان فانخداع البصري، في ناس متخصصين في ابتكار وفي ناس مؤدين مثل متخصصين في العرض، إنه هو يعرض هذا الشركة شركة يعني بروديكشن هاوس، يطلب التصميم اللي يبغاه، الفكر اللي يبغاه، هم يصمومه ليه، ويقدم الشركة كمنتجة للأدوات اللي هو يبغاها علشان يقدمها على المسرع طيب، أنا بسألك هل لديك مشاركات محلية ودولية، وما هي المشاركات الدولية التي حازت على إعجاب ريال؟ أنا أول شي رئيس الاتحاد في ملعب السحرية في المملكة، أنا أخوي صالح العبالي، نحن مسكين رئاستها في المملكة طبعا هذه منظمة تجمع 42 ألف لاعب خفة وخداع بصري حول العالم رئيس الشرق الأوسط، أخوي أمسي عليه بالخير جينو مراد طبعا مشاركاتي كان عندي مشاركة في الفلبين، وكان عندي مشاركة في لبنان وكان عندنا مشاركات مدة 90 يوم في موسم الرياض أوجه تحية المعالم مستشار تركيا للشيخ على إيطاحة الفرصة للشاب السعوديين طيب أكثر فعالية يعني حازت على إعجابك، اللي تحس الدهشة في عيون الناس خلني أكون معك صريح، كانت بداية أقوى مرحلة لبنان في برنامج المواهب أربسكو التالنت، بعدها انتقلنا إلى موسم الرياض، كان موسم جدا جبار كان فيه جهود جدا عالية، فكان بالنسبة لنا 90 يوم ولا يوم أو تقدم شو متواصل شيء مرة جميل طيب، تقديم هذا العرض اللي ونده 90 يوم أو عروض كبيرة أو جمهور يمكن يحتاج له مهارات، مهارات شخصية ومهارات بدنية وأيضا يحتاج له مثلا كارزمة معينة أو كيف تجذب الجمهور علشان كمان يتفاعل مع لاعب الخفة، أعطينا فكرة إيش هذه المهارات اللي الموجودة كيف رواحد ممكن يسقلها وينميها؟ طبعا بالنسبة لهذه المهارات، بداية أنا خلقكم معك صريح، مستحيل أن أي شخص تكون عنده مهارات مكتسبة في البداية يعني كيف يقدر يواجه الجمهور، يعني في أيام كثيرا لاعبين خفة يقدم لك شو، ما شاء الله عليه شاطر لكن مش عارف يتعامل مع الجمهور التعامل مع الجمهور هذا يبغى له جدا ممارسة، يبغى له دورات، يبغى لك أنك تكون أنت إنسان جتماعي يحتاج لأنك إنسانك ما تخاف، ما عندك مشكلة تغلط، الغلط وارد، فهذه الفكرة يعني بحد ذاتها طيب، يعني قبل ما نشوف بعض المهاراتك، يعني دعني أسألك في نقطة غاية في الهمية ما هي الصعوبة التي تواجهك؟ يعني في مثلا خطأ في مثلا في مهارة معينة أو صعوبة مثلا حتى من قبل الناس كيف يتقبلون ريان في بعض مهاراتك؟ ما شاء الأكثر مرحلة صعبة عليك؟ الأكثر مرحلة صعبة عليك أن تتأدي الخدعة كيف تبدأ صح وتنتهي صح هذه الفكرة لكن في صعوبات لغلط واردة، لكن تضع بلان A، بلان B، هذا شيء أساسي، أساس أنه يكون، لا سمح الله، حصل شيء بإمكانك تدرك الموقف حسنا، أنا أريد أن نرى هذه المهارات على سارة سارة عدد، نبدأ بالضحي على زميلتي سارة، لديك رقم سري مكون من ستة أرقام، صحيح؟ أنا بين وبينك اتفاق من قبل الأمانة، أم لا؟ حسنا، أنا أريد أن أقول لك أربعة وهم با ستة لك حسنا، 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 إذا قلت لك أن رقمك سري، نفس رقم سري، هل تصدقني أم لا؟ نفسه؟ لا، لا أعتقد كم تتوقعين من عشرة أن يكون رقم سري؟ واحد من عشرة واحد من عشرة واحد من عشرة، أنا رحطيك الجوال، وأبيك تجربين شكرا تكتبين اللي هو الرقمك السري، شوف جهاز يفتح، ولا لا؟ لا تفتح لا تفتح لا تفتح، لا تفتح، حسنا؟ لا تغششون الكاميرا لنا الجوال، حظوا تاريخ ميلادك، صح؟ ايوة لا، لا تقول لي، قلني أيضا على الهواء ايه، أنا أحتاج هذا إذا قلت لك أن تاريخ ميلادك مليون في المئة، يتطابق مع رقم السري ايوة، نعم، لا طيب، أعطيني تاريخ ميلادك خمسة خمسة، ما رح أكمل إنجليزي، سنة كم؟ مرح أقول ألف وتسعمية وثمانينات ألف وتسعمية وكم تلتيني؟ مواليد ثمانينات ما رح أقولي صراحة تفضل ستة وثمانين ستة وثمانين، ثمانية، ستة، شهر كم؟ لماذا أجلني أقوله، خمسة 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 خمسة، شهر كم؟ خمسة خمسة، يوم خمسة شهر خمسة خمسة، أيها ما يعني؟ فتح الجهر، ما دخل؟ يا رقمك السري، لا بس إحنا ما خلصنا، رقمك السري تكون من رقم واحد بدايته خمسة تسعة، رقمك السري بدايته واحد خمسة تسعة، أيها، أوكي، ثلاثة خمسة تسعة، سبعة، أيها، هذا رقمك السري، طيب، أوكي، طيب، أريد مهارة أخرى، خاصة في الورد، نحن نحن نحاول أن نجلب شيء غير الورد، أنا سأطلع عندي الوالد، في موضوعنا اليوم ذكرناه، أوكي، فأشوف، أوكي، فهذا بوكي، بس للأمانة، ما في أي حاجة، هم موجود في بطاقة الإحوال، فأنا سأطلع كوينز، أنا معي كوينز، أوكي، أرجع، اللي هو، نبي نسوي الكاميرا تكون علينا تقلق، عندي كوينز، عندي ثلاث كوينزات، كما ترون، أوكي، هنبدأ نوزع الكوينزات في دينا، واحد، اثنين، وثلاث، ثلاث كوينزات، واضح الكاميرا، واضح، طيب، أنا لو سكرت يدي، كم عندي؟ عندي ثلاثة، وهذا يدي فاضية، واحد، اثنين، ثلاثة، تختفي واحدة، وتجي في اليمين، مرة ثانية، هحط الكوينز، للمرة الأخيرة، وعندنا واحد، اثنين، كوينز، أوكي، واحد، اثنين، وركزوا معا، وهنا عندي واحد، ما شاء الله، تبارك الله، هذه ميزة تختفي، أنت ملاحظ الصمت اللي عندنا، أنا الصمت يعني، أنا قاعد أدقك في دينك، هل انتشلت شيء وحطيته من هنا؟ ممكن، ليش؟ طيب، يعني في نقطة معينة بس لك فيها يعني، ما الفرق بينك وبين مشارة بركار؟ شفنا بدر الهزاع، ربيع ربيعان، هل يختلفون عن ريان؟ هل كل واحد لا أسلوبه؟ نعم، أوجد لهم كلهم تحية، أخوي بدر، أخوي ربيع ربيعان، أخوي صالح العبادي أيضا، وعمد الله العيادة بعد، فهذو الأبرز المجيشنز اللي موجودين عندنا في المملكة، طبعا، في اختلاف، في ناس لهم تخصصات يعني مختلفة عن الشيء اللي أنا قد تمنين؟ كنت معنا وكنت يعني أبهرت سارة وأبهرت حيث المشاهدين بألعاب الخفة، كنت معنا للاعاب الخفة ريان دوسي شكرا جزيلا، يأتك العافية ريان، يا أتك العافية، شكرا اختصار، شكرا نخوي، شكرا دك، شكرا شكرا